أهلاً حسن صباح النور عليك وأمنياتي لك بيوم مميز وسعيد إذن العاشرة تماماً موعد أولى النشرات في هذا الصباح أهلاً ومرحباً بالجميع أهلاً بكم استقبل السيدة السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية بمكتبه أمس سعادت السفير محمد إبراهيم السادة سفير دولة قطر الجديد بالخرطوم وذلك في مستهل لقاءة السيدة السفير عقب تقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي ورحب السيدة الوكيل بالسفير الجديد مؤكداً أن وزارة الخارجية ستقدم كل عون ومساعدة لإنجاح مهمته كسفير لبلاده بالسودان وأشهد الوكيل بنجاحات قطر المتعددة في كل المجالات وأخيرها استضافتها لمنديان لكأس العالم 20-22 وبحث اللقاء موضوعات حيوية تتعلق بالعلاقات الثنائية من أهمها التبادل في الزيارات على مستوى القيادة بين البلدين وعقد اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة التشاور السياسي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية في السودان وتذليل العقبات في ذلك أكد الأستاذ نمر محمد عبد الرحمن والي ولاية شمال دارفور أن لديهم جهوداً كبيرة للردق النسيج الاجتماعي بين مكونات ولاية شمال دارفور وقال في تصريح السحفي عقب لقائه المدير العام لوكالة السودان للأنباء المكلفة دكتور فكرية أبا يزيد بالوكالة إنه عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية جنوب دارفور تم تكوين مجلس أعلى للسلم والمصالحات والتنمية المستدامة يعمل مع الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمهتمين بالسلام المجتمعي من أجل الوصول للسلام الاجتماعي بدارفور بجانب عمل لجنة السلام والمصالحات بقوات الدعم السريع مشيراً إلى تعاونهم في دارفور عبر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية على مستوى ولايات دارفور لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي وعبر عن بالغ أسفه للأحداث التي شهدتها ولاية جنوب دارفور مؤخراً أعلنت تنسقية لجان مقاومة الخرطوم مع مليونية اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر المتجهة إلى شارع المطار تحت مسمى الثورة مستمرة وقالت لجان مقاومة الخرطوم إن المليونية تأتي دعماً للرفاق خلف القطبان وتمسكت التنسقيات باستمرار الحراك الجماهيري الثوري لإسقاط الإنقلاب وفي السياق الذاتي أعلن مجلس روابط جامعة الخرطوم بالتعاون مع الروابط الطلابية بجامعة السودان تنظيم موكب جامع يتوجه نحو وزارة التعليم العالي اليوم الخميس ضد الرسوم الباهظة التي ستكون نقطة التجمع شارع المين في مجمع الوسط أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن يوم الأحد الموافق الأول من يناير العام عشرين ثلاثة وعشرين ستكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة ذكرى أعياد الاستقلال المجيد سائرين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وبلادنا تنعم بالأمن والاستقرار والسلام توقع القيادي البارز في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح أن يتنصل القادة العسكريين من التوقيع النهائي على التوافق أو الاتفاق الإطاري وأن الرئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان ينوي التراجع عن الاتفاق وقال وجدي صالح خلال مقابلة أجرتها معه دارفور 24 أن البرهان سعى عبر هذا الاتفاق إلى تفكيك تحالف الحرية والتغيير المتماسك وهذا ما حدث وأضاف سيتنصل البرهان عن الاتفاق كما تنصل سابقا وسيعود التحالف للشارع ليجد أن الثقة قد احتزت ولحين استعادتها يستطيع أن يحكم منفردا لفترة طويلة وهذه هي خطته على حد قوله أعلنت وزارة الصحة الاتحادية انطلاق الحملة التعوضية ضد شلل الأطفال والحمى الصفراء اليوم الخميس بولايات دارفور وسنر مستهدفة ما يزيد عن مليون طفل وطفلة بتكلفة بلغت ثلاثة مليون دولار بدعم من التحالف العالمي للقاحات عبر منظمتي الصحة العالمية واليونسيف وقال الوزير المكلف الدكتور هيثم محمد إبراهيم في المؤتمر الصحفي لإعلان الحملة اليوم بالقاعة الكبرى للوزارة احتفلنا أكثر من مرة بالنجاح في استئصال شلل الأطفال مقرا بأن تسجيل حالة واحدة يعني إعلان الوباء منوها إلى تسجيل إصابة بكرنيك عائزا أو عازيا ظهور الحالات ضعف البرامج وهشاشة النظام الصحي في السودان والدول التي يفد منها الفيروس طلب المشاركون في ورشة الصمغ العربي الراهن ومجابهة التحديات التي نظمها مجلس الصمغ العربي بالتعاون مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أمس بقاعة المواصفات بالإسراع بإجازة استراتيجية الصمغ العربي والأصماق الطبيعية للعام 2020-2030 الموجودة حاليا لدى رأسة الجمهورية ووضع برنامج عمل تنفيذ لها والاهتمام بإنتاج وتسويق الصمغ العربي وتوفير التمويل للمنتجين والاهتمام بجودة ومواصفات الصمغ بما يضمن له المنافسة عالميا أوصى منتدى تحول الرقمي للجودة والسلامة والصحة المهنية بعدماد المشروع الرقمي سمارت سودان كمساند أول لتجربة الحكومة الإلكترونية في السودان ودع المنتدى الذي نظمه مركز المعلومات بمجلس الوزراء أمس إلى ضرورة رقمانة الأظمة بالدولة والقطاع الخاص لمواكبة التقدم التقني والاستفادة منه في خدمة المجتمع وأكد ممثل الأمان العام لمجلس الوزراء جمال عبد الحفيظ تبني المجلس توصيات المنتدى ودعمه للفكرة وقال إن مشروع سمارت سودان فكرة سامية تعمل على ترقية الأداء في السودان والارتقاء بخدمات التحول الرقمي التي تنتظم العالم مبينا أن السودان مليء بالكفاءات ولا بد من منصات متخصصة لكل مجال في خدمة المجتمع من جانبه قال المهندس مجدي أحمد المصطفى مدير مشروع سمارت سودان النصف مشتوع يمثل شراكة تحفيزية بين القطاع العام والخاص وهو يستهدف تطوير السلامة والصحة المهنية والجودة وربطها بالتحول الرقمي وتوفير المعلومات المهنية تنظم كلية دار العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان وجامعة الجنين وبعد منظمات المجتمع المدني صباح اليوم مؤتمرا حول مناهضة خطاب الكراهية بقاعة المؤتمرات الدولية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقدم في المؤتمر عدة أوراق حول تدابير والسياسيات الوطنية والقوانين والتشريعات الدولية الخطاب الديني والدور وسائل الإعلام في مناهضة خطاب الكراهية وسوف يتم في خطام المؤتمر اطلاق المرصد الوطني لمناهضة خطاب الكراهية من المنتظر أن يصل خلال الفترة القادمة رئيس الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي للسودان بدعوة من قبل رؤساء عدد من الصحف الإلكترونية والعملين في الإعلام الرقمي وذلك من أجل إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تتعلق بالإعلام الرقمي الإلكتروني خاصة في ظل التدفق الكبير للمعلومات والأخبار وكيفية التعامل معها ويستهدف الاتحاد العربي الإفريقي كل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الرقمي والإلكتروني في السودان وسوف يدشن الاتحاد العربي الإفريقي للإعلام الرقمي مكتب السودان وذلك من أجل إتاحة الفرص للأجسام والأفراد للانضمام تحت مظلته رياضيا وفي ليلة ساخنة يتوقع أن يستعد الهلال والمرق كذلك لهذه المواجهة بين الفريقين في الدوري الممتاز والتي اكتملت استعداداتها تماما ووقع حامل لقب الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي كوبر في آخر جولة واهتزت شباقه ثلاث مرات وقبلها انهزم أمام الأهل الخطوم بثنائية وكان مجلس إدارة نادي الهلال دفع بمذكرة ساخنة يحذر فيها الاتحاد السوداني لكرة القدم مما أسمى بالانحياز للتحكيم أما الطرف الآخر في المقابلة نادي المريخ يمر بفترة تصاعد في المستوى مع مدربه البرازيلي هيرون ريكاردو وقد حقق الأحمر نتائج جيدة وفاز في مباراته الأخيرة واقترب من المركز الأول مستغلا تعثر الهلال المتصدر لكن هجوم فريق المريخ كان بمثابة نقطة ضعف كبيرة في المباريات السابقة لهذا الفريق بهذا نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام العاشرة نعود إلى الحسن والدرب سيظل ساخنا ومباراة مختلفة تماما بين الهلال والمريخ في سباغ صدارة الدور السوداني الممتاز مساء اليوم حسن أهلا بك نعم عزة بعيدا عن اندماعك لكل الفريقين توقعاتك للمباراة اليوم هذه القمة نعم هو دائما ما يصعب التكهن بمباريات الهلال والمريخ كل الفريقين يستعد استعداد طيب لهذه المباراة لكن هناك دافعية أكبر لفريق الهلال باعتباره أن المريخ تفوق عليه ثلاثة مرات تواليا وهذه هي الدافعية الأكبر لإيقاف فوز المريخ المتتالي على الهلال إذن هي ليلة ستكون جميلة وحافلة بالأحداث الرياضية للجميع ترجمة نانسي قنقر